السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة الماضية عن تأثير بعض المواد الغذائية لمنع انتشار السرطان طبعا تكلمت قلت لكم والله لو احنا نتناول السماك بمعدل خمس مرات اسبوعيا يساعد على انخفاض سرطان القولون بنسبة اربعين بالامية اربعين بالامية هذا مثل ما قلت لكم دراسة جديدة كان الباحثين كانوا من جامعة هارفورد في الولايات المتحدة شافوا ان بذور العنب المستخلص ماكو يمنع الاصابة بسرطان القولون ايضا هذه كانت منشورة في مجلة طبية ابحاث السرطان الكلينكية حتى بذور العنب هذه هم تساعد جدا الحين هي حق معدن جميل جدا يسمونها السلينيا هالمعدن نادر من المعادن النادرة هالمعدن يمنع الاصابة بسرطان المثانة البولية بنسبة سبعين بالامية بنسبة سبعين بالامية طبعا المعادن النادرة معادن تحدث تكون في الجسم بكميات قليلة جدا وهالمعدن لها تأثير جميل جدا في منع امور كثيرة امراض كثيرة داخل اجساء من هالمعدن النادرة الزينك اللي هو الخارصين انا ايام دراستي في السويد دكتوراه خط على الزينك الخارصين كنت سميه المعدن النبيل تقريبا فوق 500 انزيم انزيم داخل جسمنا يعتمدون كلهم اعتماد على الخارصين الانزيم عبارة عن موصل جيد يعني انا عندي هاليام عندنا طبعا انترنت الرسالة توصل بسرعة قبل مثلا اذا ما عندي انترنت الرسالة ما توصل وبالتالي الموصل نسميه انزيم وهو اللي موصل هالانزيمات تعتمد ما يشتغلون الكمبيوتر ما يشتغل لو لا في عدم وجود الخارصين او النبيل المعدن النبيل اللي اسميه طبعا اكون معدن اهميتها مثل اهمية الخارصين يسمونه سيلينيوم راح اتحدث في موضوع السيلينيوم لان الان ثوبت علميا ان هالمعدن وقايا من السرطان هذا لا غبار عليه يسمونه معدن السيلينيوم راح اقول لكم وين نشوفه وشون نقدر نستعملها وشون نقدر نمنع الاصابة بسرطان وضد الاكسدة ضد الشيخوخة ضد الامراض ضد الالتهابات هالمعدن لتأثير شبير جدا للقايا لجميع الامراض فقلت لكم لو نتناول معدن السيلينيوم الاصابة بسرطان المثان البولية نخففها بنسبة سبعين بالامية نسبة شبيرة الحدي على شيء ممكن تضحكون عليه اقول لكم الكركم يسمونه كركمين بالانجليزي كركم يوقف سرطان القولون تصدقونه الشيء ولا لأ كركم اكلنا كله كركم فاشحقه خايفين يقول والله تاكل لحم سبب سرطان عندنا هالأمور الجيدة لا تخافون يا جماعة ويمنع انتشاره في حالات سرطان القولون شوف الكركم سرطان القولون سرطان الثدي هذه الدراسة من وين؟ من جامعة تكساس في مجلة البحث الاكلينيكي للسرطان مجلة طبية علمية موثقة محكمة هالمجلة تقول والله الكركم يوقف سرطان القولون يمنع انتشار السرطان في حالات سرطان القولون سرطان الثدي صوروا كركم اللي مبلعي شي كركم ها اللي يعطينا نكهة جميلة والكركم على فكرة ضد الالتهابات ضد الميكروب حتى الجرح بالإيد شوية كركم حط على الجرح هذا إذا التهابات أكون يساعد ضد الميكروبات ضد البكتيريا معروفة جدا يعني علميا ها زين شافوا إنه شي ثاني زيت السمج ها يخفف سرطان الكلية زيت السمج يخفف سرطان الكلية بالذات بالنساء هذا في مجلة الطب الأمريكية ها الطب الأمريكية بحثوا على واحد وستين ألف حالة امرأة في السويد وشافوا إنه زيت السمج يخفف من سرطان الكلية في النساء زين دراسة جديدة يقول لك مساعدة لكم البروكلي والطماطس شوية لت يمنع انتشار السرطان الحين دراسة جديدة بروكلي يساعد على قتل الخلايا السرطانية بروكلي مثل القرنبيط البغدونس على فكرة لها التأثير نفسه في محاربة السرطان أيضا هذه في مجلة أبحاث السرطان في مجلة طبية أيضا أبحاث السرطان فشوف الأشياء الجيدة الموجودة عندنا بالبيئة بالطبيعة مواة جميلة جدا نستعملها نمنع نكافح ضد هالأمور السيئة اللي كلها تسبب لنا شسمه زين خرج على شغلنا السلينيوم اللي قلت لكم أنه يمنع سرطان شسمه المثان البولية يقول لك لو نتناول السلينيوم بمعدل 200 ميكروغرام 200 ميكروغرام ربع ميليغرام ربع تقريبا ميليغرام يعني 1000 ميكروغرام واحد ميليغرام ف200 ميكروغرام من تناولنا للسلينيوم يمنع سرطان الثدي يا جماعة يمنع سرطان الثدي يمرع سرطان المريء يمنع سرطان المعدة البروستاتة الكبد وصرطان المثانة البولية شي شي جميل طبعا لو نضيف فيتامين دال اللي قلت لكم وفيتامين سي وفيتامين اي مع بعض هذا يمنع الجذور التائهة اكد جذور التائهة يسمونها فري راديكل طبعا هذا موضوع ودي اتحدث بالتفصيل شوي اعتقد الوقت ما يسعفني فممكن في الحلقات الياه ان شاء الله ممكن اتكلم عن شنو الجذور التائهة شنو ضد الاكسدة شنو ضد الشيخوخة شلي يسبب لنا الشيخوخة المبكرة شلي تسبب لنا الكعابة شلي تسبب لنا قتل الخلايا الجيدة شلي تسبب لنا السرطان